شهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين من دولة السودان الشقيق يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبية الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية لمجموعة من الإعلاميين من الدول الأفريقية الشقيقة تتضمن الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة ومنها السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام والإعلام الجديد ما له وما عليه وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا وصياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل وأثر الثورات والحروب على حياة الشعوب في الحقيقة بعتز بالفرصة للمشاركة في هذه الفاعلية لإفتتاح الدورة التدريبية للأشقاء الإعلاميين من الدول الأفريقية الإعلام بصفة عامة وخاصة في دولنا الأفريقية على مسؤولية كبيرة في ترسيخ الوعي بالأولويات التي تهم الشعوب الأفريقية وتتطلع لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار وبالتأكيد أن المؤسسة الإعلامية المصرية بما لديها من خبرات وسعة ومكانة مرموخة لشخصيات لها ريادة فكرية وثقافية تستطيع أن تثري من خلال التفاعل والتواصل مع الزملاء والأشقاء من الدول الأفريقية لتعزيم العمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا الأفريقية لتحقيق المصالح المشتركة نرحل بمعالي وزير الخارجية في المجلس الأعلى لحوزين الإعلام الذي يشرفنا في إطلاق أكبر برنامج تدريبي في تدريب الإعلاميين الأفريقية وهيستمر لمدى عام كامل هذا انطلاقا من سوابة السياسة المصرية التي تهتم بإفريقيا باعتبارها العمق الاستراتيجي لمصر والعلاقات الطيبة التي تربط ما بين الرئيس عرفتاح السيسي ومعظم وزعماء القارة الإفريقية الدورة ستتمر لمدة شهر وهتتناول موضوعات كثيرة جدا بتهم الشأن الإفريقي وده ستبقى بداية حقيقية بيشرفها بعالي للوزير اشتركوا في القناة